البرلمان المصري اللي هينتخب السنة اللي بعدها كان 2015 وانه اي بيانات او معلومات نفضل وكان فيه ساعتها بيان حتى بنقشهم فيه كان صادر عنه قبلها فقولنا لهم ادي دي معلومات غلط ودي معلومات غلط ودي معلومات غلط ولازم تناقشوا الجاهة للأسمية المصرية عشان تعود فحنا بنقول لكم البرلمان المصري هينتخب ومن خلال عشان كان نقطة مهمة جدا في البرلمان انه افتقاد التواصل لانه هو وقع في خطأ قاتل اولا فيما يخص احكام الاعدام احنا كان عندنا حكمين الحكمين عملوا حوالي 1200 حكم انت فكروا متسرر تاعت المينيا المينيا وحكم تاني وده كان حكم ابتدائي اه ونقد ونقد لا ده وألغي وألغي وبالتالي الارقام دي كلها غير حقيقية بالضبط كثير اجمالي الارقام انا عندي احصائي بقى يعني من 2013 حتى الان في ظل كل عمليات الارهاب والقتل والتفجيلة التي تمت واختيال المواطنين المصريين والجنود والابرياء وتفجير الكنائس وتفجير المساجد وكذا اجمالي عدد الاحكام 98 حكم اجمالي اجمالي عدد الاحكام الاعدام 98 حكم اول عن اخر اول عن اخر من 30 يومين للنهاردة للنهاردة غير الارقام الشغالة التي صدرت بها وراحت لمحكمة النقد كمان 98 حكم 98 حكم وبالتالي لما تقول الاف الاحكام ده من 3000 اه ده ارقام غير حقيقية على الاطلاق لا دقاق ده ارقام غريبة جدا على الاطلاق وانا بتكلم فيما يتعلق بالعنف والارهاب والعمليات المسلحة يعني زي القانون الدولي بيقول ايه بيقول انه على الدول ان تلغي عقوبة الاعدام او يعني لو ما الغتهاش انك انت تتخليها في اشد الجرائم خطورة بالضبط اللي هي الارهاب اللي هي قتل الناس اللي هي مش بس الارهاب يعني مش نقل تعمل تنظيم ارهاب لا 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 قتل الناس لو استدام العنف والقتل اشد جرائم خطورة مزبوط فدي نقطة خطيرة في هذا القرار انه هو في الحقيقة اخذ معلومات غير حقية غير مثبتة مبالغ فيها جدا واعتبرها بيانات تشكل عايز اعف عند النقطة دي برلمان الاوروبي هو السلطة التشريعية للاتحاد الاوروبي كيف يعتمد مثل هذه الارقام المبالغ فيها فهم هاني يعني ازاي تعمل لا لا هم بتحركوا طبعا في شبكة منظمات كده على علاقة بمجموعات داخل البرلمان الاوروبي وبتاخد هي المعلومات دي وتعتبرها معلومات موثقة وتروح مقدمها في زي مجموعة مثل الخضر المجموعات التشريعيين مجموعات دي مجموعات موجودة داخل البرلمان بتتبنى البيانات اللي بتجيلها من بعض الجهات وعايز اقولك برضو الاخوان افرزت عدد من المنظمات في الخارج معا عندها الشغلانة غير كل يوم الصبح يعيبعت واتساب لعضاء البرلمان يعيبعت بيان صحفي يعيبعت خبر صحفي اي شيء اي شيء من خلال الصحافة ولا اي بيان يجي لهم من اي جهة ولا اي اي رقم اي بيان اي قضية